اشتركوا في القناة وإلى أنجال الفقيد وإلى أسرة آل الصباح الكرام دعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم الأسر الكريمة وشعب الكويت الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء وأشاد حضرة صاحب الجلال حفظه الله ورعى بمآثر ومناقب الفقيد ودوره وجهوده رحمه الله في نهضة دولة الكويت وتدورها في جميع المجالات وخدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية وإسهاماته مع إخوانه أصحاب الجلال والسمو في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما حظيت به دولة الكويت في عهده رحمه الله من مكانة مربوقة على الصعيدين الإقليمي والدولي مؤكدا جلالته ثقته الكاملة في أن صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سوف يكمل مسيرة التقدم والنماء المباركة لما فيه خير وازدهار دولة الكويت وشعبها الشقيق بما يتمتع به سموه من دراية وخبرة طويلة في إدارة شؤون الدولة سائلا المولى تعالى أن يوفق سموه ويعينه ويسدد خطاه ويديم عليه وافر الصحة والعافية مؤكدا جلالته على مواصلة الجهود والعمل معا لتعزيز وتنمية علاقات الأخوة والتعاون الوثيقة بين البلدين الشقيقين والتي تطورت وتوثقت على مدى سنوات طويلة وستبقى بإذن الله راسخة ومتجذرة بما يخدم المصالح المشتركة هذا وقد أعرب صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة عن شكره وتقديره لأخيه جلالة الملك المعظم على ما عبر عنه من طيب المشاعر الأخوية وصادق الدعاء والمجسدة لمدى عمق أواصر الروابط الأخوية التاريخية المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الكويت وشعبيهم الشقيقين متمنيا لجلالته دوام الصحة والسعادة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عاد بحفظ الله ورعايته حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم إلى أرض الوطن هذا اليوم قادما من دولة الكويت الشقيقة بعد أن قدم التعازي إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وكان جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعا قد غادر أرض الوطن في وقت سابق من هذا اليوم متوجها إلى دولة الكويت الشقيقة رافقت جلالة الملك المعظم السلامة في الحل والترحال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة